هنبدأ مع حضراتكم عندنا عدد كبير من الأخبار الكلام طبعا عن المقاولون العرب لا ينقطع والكل مركز أعلى درجة من التركيز الجهاز الفني المدير الفني كابتن محمد يوسف الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكورة الكل بيقول لا صوت يعلو على صوت هذه المباراة أو مباراة المقاولون وإنها ممكن تمثل نقطة فارقة مهمة جدا في حالة التوفيق بإذن الله في هذه المباراة ولو قدرناها بالشكل الصحيح وخرجنا بالثلاث نقاط المطلوبة لأن الأهلي هيركز بقوة في الفترة الجاية على الفوز بكل نقاط إن شاء الله المؤجلات وأنه يعود بقوة للمنافسة على لقب الدوري العام المصري وده هيكون أفضل استعداد له كمان للفترة الجاية والدخول في المنافسات الأفريقية من خلال دوري الأبطال في نسخته القادمة عشرين لعب تم التوصل إليهم أو اختيارهم بشكل نهائي من الجهاز الفني لمواجهة المقاولون غدا الأسماء هي أو أسماء العشرين لعب جاءت كالتالي شريف إكرامي علي لطفي حسام عشور وليد سليمان هشام محمد أيمن أشرف إسلام محارب مروان محسن سعد سمير سليف كوليبالي صبري رحيل وباسم علي ميدو جابر وأحمد حمودي وأحمد الشيخ وناصر ماهر وكريم ندفد وأكرم توفيق ومحمد شريف وصلاح محسد هنقول بمنتهى الصراحة أو هنتكلم بمنتهى الصراحة أنه لسه في غيابات وقد تكون مؤثرة وأن دايما أي نادي لما بيغيب عنه عناصر كثيرة وبعضها من أصحاب الخبرات وعدد من المحترفين في صفوفه اللي بيمثله القوى الضربة لأي فريق أكيد ده له حساباته وممكن يبقى له تأثير أحيانا سلبي بعض الشيء على بعض الفرق ولكن عندنا أسماء كمان زي ما قلنا لحضراتكم العشرين اسماء أو القايمة اللي أتخوض هذه المباراة أعتقد أنها مليئة وبتمتزج فيها الخبرات باللعبين الشباب المتميزين اللي لسه عدد منهم لم يحصل على فرصته كما ينبغي في الفترة السابقة وفيه مطالبات جماهيرية وفيه مطالبات من داكل لجنة الكرة والمسؤولين في النادي الأهلي أننا نستفيد بطاقات هذه المجموعة أو المسؤولين عن كرة القدم في مقدمتهم طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وبخبراته الكبيرة مع الكابتن الخطيب ملفات كرة القدم في النادي ومن يثق في قدرتهم على أن تكون استشارتهم مؤثرة وإيجابية هذه الكوادر الموجودة في النادي حاليا الكل بيتكلم عن أن فيه مجموعة متميزة جدا لم تتم الاستفادة بها بالشكل الأمثل أو كما ينبغي في الفترة اللي فاتت ودي آراء جماهيرية وكمان بنتبعها بقوة في كثير من أو في آراء كثير من المتخصصين في الإعلام الرياضي ومنها نقادر يضيين عشان كده بنقول أن فيه قوة ضاربة في الأهلي لو خدت فرص كويسة في الفترة الجاية إن شاء الله وأديرت بالشكل الأفضل وتم الاستفادة من طاقتها الفنية والبدنية وتوجيهها خططيا وتكتيكيا بالشكل اللي يتناسب مع رؤية النادي الأهلي وأسلوب لعبه هيكون لهم تأثير كبير جدا إن شاء الله في الفترة الجاية والأسماء متميزة وفي مراكز مختلفة في الفريق فضلا عن الصفقات القادمة إن شاء الله والعناصر اللي ممكن تكون إضافة كبيرة للفريق بعد الإعلان عنها رسميا تسع لعبين في الأهلي خاضوا تدريبات إضافية عقب المران بيتم تجهيز كل العناصر حتى اللي مش هيدخل هذه القيمة أو هذه المباراة قيمة هذه المباراة ولن يشارك فيها الجهاز الفني مهتم بكل العناصر الموجودة وكل الأوراق اللي ممكن تكون إن شاء الله رابحة في الفترة الجاية فرص لاختيارات متنوعة حسب احتياجات ومتطلبات كل مباراة مؤمن زكريا وأحمد ياسر ريان وأحمد علاء عمر بركات محمود الجزار أحمد حمدي وعمار حمدي ومصطفى شبير مجموعة من الأسماء ومن الكوادر كمان الشابة وبعضهم من أصحاب الخبرات زي مؤمن زكريا وهذه المواهب إن شاء الله أو هذه الأوراق الرابحة هتكون لها تأثير كبير في الفترة الجاية بيتم تجهيزهم بالشكل الأمثل من الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد يوسف وخاض اللاعبون تدريبات التحمل تدريبات بدنية عشان الارتفاع بمعدلاتهم الخاصة بالأداء البدني وتجهيزهم بأفضل شكل للجهزية الكاملة في المباراة اللي جاية وعشان يوصلوا لأفضل حالتهم الفنية والبدنية وتصريحات للكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة طبعا بيؤكد أهمية هذه المباراة كنقطة فاصلة أو نقطة فارقة بعد الفترة اللي فاتت وأنها تكون بداية انطلاق المرحلة جديدة أو نقطة البداية لمرحلة جديدة نتجاوز فيها أي إخفاق أو أي قصور ظهر فنيا في الفترة اللي فاتت ونبدأ مرحلة فيها علاج للأخطاء الفنية وفيها استعادة لشخصية النادي الأهلي في الملعب وأسلوب أداءه اللي بيرضي الجماهير وبيتكون كمان من توابعه النتائج الإيجابية إن شاء الله والفوز في المباراة سواء على المستوى المحلي أو الدولي بيشدد كمان القائم بعمال مدير الكرة في النادي الأهلي على أن الكل في الجهاز الفني واللاعبين وعلى مستوى كل المسؤولين في النادي الكل مدرك تماما لحجم التحديات الخاصة بهذه المرحلة وأنها محتاجة شغل وجهد مضاعف منها الجميع وأعلى درجات التركيز عشان نتجاوز هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن وعشان نوصل كمان للنتائج المستهدفة سريعا جدا سواء بتجهيز الكوادر الموجودة في النادي أو عودة المصابين وهم طبعا قوة ضاربة في الفريق وإضافة كبيرة في حالة عودتهم إن شاء الله بجاهزيتهم الكاملة للملعب مع الإضافات اللي هتكون موجودة في الفترة الجاية واللي بيتوقع الجميع أنها تكون إضافات تتم عملية اختيارها والتعاقد معها بعناية شديدة جدا عشان تكون إضافات مؤثرة مش بس أسماء أو تعاقدات جديدة بقدر ما هي لاعبين على مستوى عالي جدا من الكفاءة يضيفوا للنجوم الموجودين في النادي الأهلي ويكون لهم تأثير كمان كبير وقت مشاركتهم أو بدء الاستفادة بيهم بعد التعاقد معهم في المباريات محليا ودوليا كابتن سيد عبد الحفيز بيقول المرحلة الحالية تطلب تكاتف الجميع والتنصيق بين كل المسؤولين في النادي من أجل انطلاقة قوية للفريق في بطولة الدوري الممتاز وتعويض ما فات والعودة بقوة للمنفسة على لقب الدوري اللي بيمثل أو بنقول عنه دايما أنه البطولة المحببة والمفضلة لجماهير النادي الأهلي داخل وخارج مصر كابتن محمد يوسف أيضا يؤكد أنه في أو بيطمئن بشكل شخصي على نجم هجوم الفريق وليد أزارو في جلسة منفردة عقد الكابتن يوسف جلسة منفردة مع وليد أزارو وتحدث معه عن الكثير من الأمور وبيتأكد من جاهزيته في الفترة الجاية ومتابعة برنامجه التأهيلي والعلاجي عشان يرجع بقوة للفريق وكمان تجهيزه نفسيا بأفضل شكل ممكن وذهنيا للفترة اللي جاية عشان يرجع طبعا في أفضل حالاته خلال مشاركاته في الفترات السابقة ومعدل أهدافه وتحركاته في الملعب وهو مهاجم طبعا بكل المقاييس عنده نشاط وعنده روح قتالية في الملعب وعنده سرعات وبيضغط على أي دفاع ومميزاته الفنية طبعا الكل بيجمع إنها مؤثرة جدا وإضافة كبيرة لصفوف فريق الأهلي وتدريب على فترتين لمجموعة المصابين كل العناصر اللي مش جاهزة دلوقتي بيتم تدريبها وتأهلها على فترتين مع الجهاز الطبي للفريق وتحت إشراف أيضا الجهاز الفني لإعادتهم سريعا إلى أفضل معدلاتهم وجهزيتهم للمشاركة في المباراة عندنا تصريحات هنتكلم عنها بعد قليل لطبيب الفريق الدكتور خالد محمود بيتكلم عن فرص لحاق فتحي وهاني بمباراة بترجات القادمة وبيتكلم كمان عن إصابة مدافع الفريق ومن أصحاب الخبرات طبعا في الفريق محمد نجيب ترجمة نانسي قنقر